كنا متفقين على أن هذا العدد هو واحد العدد الكبير بزاف ولكن السالب الناس دي الرياضيات متفقين على أن بحالة الأعداد هم أعداد كبار بزاف ولكن سالبين ومشي أعداد صغر أما الأعداد الصغر فمثال اليوم هو هذا اللي قدامكم بينما إلي تخلنا عليه ناقص غيروا لي أعداد صغير بزاف ولكن سالب يعني دابع عندي أربع عديل تصنيفات عدد كبير موجب عدد كبير سالب عدد صغير موجب عدد صغير سالب وكينوح تصنيف للإنسيطو كاملين واللي هو 0 0 ما تنقول لش عليه عدد صغير 0 هو 0 ودنك التعريف اللي غن عرفه بهات شى هو تنقوله على شي عدد أنه كبير إلا كانت القيمة المطلقة دياله كبيرة بزاف وتنقوله على شي عدد أنه صغير إلا كانت القيمة المطلقة دياله قريبة بزاف من 0 ولكن ما تتسويش 0 هالتعريف هو خغي عاوننا في الخدمة وفي تبسيط الأمور من بعد ولكنه ليس بروفيسيونيل فملينا نقول أن العدد كبير بزاف ولا قريب بزاف الزيرو فأخصي نعبر عليه رياضياتين المهم نعتبر هذه المعادلة الميت فلي إكس منين إكس ستمشي لزائد مالا نهاية تتسوي واحد لعدد L كيف مشرحنا في الفيديو الذي فات؟ هذا يعني أنه منين إكس كتكون كبيرة بزاف بزاف؟ القيمة فلي إكس ستكون تقريبا هي L والسؤال هنا هو شحال خص هاد إكس ستكون كبيرة؟ صراحة الجواب تعتمد على شحال بغيتي فلي إكس ستكون قريبة من L ولكن نقدر نجاوب على هذا السؤال من وجهة نظرة الطبيقية شوف هاد الغراف اللي في ليمن وهاد الغراف اللي في ليسر بجوجهم ديال واحد جوج دول مختلفين ماتي هي مش شحال تساويوا ولكن بجوجهم عندهم واحد مقارب أفوقي في L دبه في الغراف اللي في ليسر فلي إكس ولت قريبة بزاف لال منين إكس ولت تتسوي على الأقل المية يعني أي رقم أكبر من 100 غيكون كبير بزاف بالنسبة لها الدالة بينما الغراف اللي في ليمن F ديال 100 بعيدة على L دونك 100 ماشي كبير بزاف بالنسبة لها الدالة فخص تبقى غادية حتى توصل للميتين وتمع عاد تقدر تقول أن ميتين وأي عدد كبر من الميتين غيكون كبير بزاف بالنسبة لها الدالة والسؤال هنا يهو ما نقدرش أن ناخد شي عدد بحل واحد واحدة هاتناشل غيروا على ليمن ونقول عليه أنه دايما كبير لا ما تقدرش فكلمة كبير مخصاش تتقل أي عدد إلا في السياق المناسب يعني السياق المتعلق بشي دالة أو شي نهاية بحل المثال لجوج دولة قدامك من ظهرنا كينا أدنا مساحة كبيرة فاش اللابو فعدد بحل تريليون واللي هو واحد وحتى هاتناشل غيروا على ليمن تيت تعتبر صغير بزاف مقارنة مع عدد بحل 10 أسمية واللي اسميه شو جوجل وتهد جوجل صغير بزاف مقارنة مع عدد بحل 10 أسميليون وهكذا وبالمناسبة غالب قان ستعمل المصطلح عدد قريب من زائد مالا نهاية بلا اسميه نقول عدد كبير وموجب واخرى ما كينتشي عدد قريب من زائد مالا نهاية بالمعنى الحرفي ما حقاش زائد مالا نهاية بعيدة على كل شي ولكن المصطلح ديال القريب تولي عنده معنى من ينت نهضره على النهايات من إن إيكس سؤول إلى زائد مالا نهاية وبالطبع نفس الحاجة غن طبقها على النهايات 80x تقول الى ناقص مالا نهاية فقدر قلنقول عدد قريب من ناقص مالا نهاية باش ننقص على انني نقص زادد كبير ولكن سالب هات الشيء من جيهة من جيهة اخرى اجي نشوفها تلتة نهايات Limit deil F-L-X-20x تتقرب الزيرو على Limit تتسوي L Limit deil F-L-X-20x تتقرب الزيرو على ليسر تتسوي L Limit deil F-L-X-20x تتقرب الزيرو تتسوي L فهذه الحالة تبتلاتي احنا عارفين انه منين اكس تتقرب بزاف الزيرو فالقيمة ديال اف لأكس تتكون تقريبا هي ال ولكن بشحال اكس خصت تكون قريبا من الزيرو عاو تاني على حسب الدلة اف فكلمة صغير او قريب من الزيرو اخساش تقلل اي عدد الا في السياق المناسب يعني السياق المتعلق بشي دلة او شي نهاية تماما بحل لدرنا مع كلمة كبير